تنسئية شباب الأحزاب وساسيين شركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المنعقدة حاليا من خلال مبادرة ابني أديبا ودي للأطفال مشاركة مهمة جدا من جانب أطفال المبادرة أشاهد بيها الكتاب والمؤلفين والمسؤولين عن الدورة الحالية من المعرض خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المشاركة وإزاي الأطفال قدرت أنها تترجم أو حضورها يترجم في دورة المعرض السندي كل ده نعرفه من دفتنا اللي منورانا في الستوديو النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وساسيين أهلا بيكي أهلا بيكي سبا خير علي أشكرك جزيلا شكر سبا خلال أنوار خلينا نتكلم الأول عن المبادرة وبنكلم عن ابني أديبا إزاي عايزين تبنوا من الأطفال ودباء وقدرين نحن يمكن كنا في فقرة اللي قبل دي كان معنا طفلتين جمال جدا واحدة فيهم بتبني بتكتب شعر والتانية بتكتب نص بصرحي المبادرة أحكي لنا عنها أكتر وبشارك فيها عدد أطفال قدير أنا طبعا سعيدة أنا معاكم النهاردة جدا ومش أول مرة خالص وبشكركم جدا على الاهتمام حتى بفكرة النشق وده اللي بقينا شايفينه خلال الفترة الأخيرة كمان في عهد السيد رئيسة أبل الفتاحة سيسي الراجل مهتم جدا بالنشق وبالمستقبل اللي جاي فكمان إحنا كان بدورنا أنه ضروري نهتم بالأطفال نشوف محتاجين إيه وعلى أساسه يعني نقدم لهم حاجة تكون مناسبة هم فعلا قلنا إنه محتاجين مصر مليئة بالكوادر الأدبية ولو تقدر تكتب ولو تقدر تكون كادر قوي فقلنا خلص هنشتغل ونعلمهم الكتابة إزاي يكتبه إزاي تكون إيده سالسة في الكتابة إزاي يقدر يخرج مخرجات محترمة من تحت إيده وفعلا حصل وابتدينا وقلنا خلص هنعلمهم الكتابة طب نوقف لحد كده الحقيقة لا لأنه الجيل اللي موجود لازم يتواكبه يا إما هيطفش منك هيجري منك مش هتعرف أن أنت تخليه اقتنع فقلنا كمان بجانب الكتابة نعلمهم الجرافيك كيف تحول ما كتبته لأفلام جرافيك منك أنت تصنعها من الألف إلى الياء وفعلا حصل وكمان قلنا الروح بقى من جوه أي حد فينا بيحب يكون يتمنى حتى لو ما عندوش على فكرة مواهبة رسم موسيقى الحاجات دي كلها فقلنا لا كمان هنعلمهم الرسم واشتغلنا على الثلاث يعني محاور مع بعض وقد كان دلوقتي بقى عندنا عدد يعني محترم جدا من الأطفال أعمار مختلفة من ست سنوات لحد 14 سنة بيعرفوا يكتبوا قصة كويس قوي بيعرفوا يحولوها لأفلام جرافيك وكمان يقدروا يرسموا القصة اللي هم يعني ألفوها فالحقيقة نحن اشتغلنا على كذا جانب وكنا بنقصد كل جانب منهم على حدة والمخرج الأخير طلع مختلف طلع بطعم جديد كده مش هتعرف يتلاقيه غالبا في حد تاني إلا المبادرة الحقيقة عظيم جدا نحن عندنا بالمناسبة موابتيرة جدا وفي كل المجالات وعندنا نوابغ منه هم أطفال بس بيقوا محتاجين فعلا حد ياخد بأيديهم أو يكتشفهم هذه المبادرة إزاي قدرت تساعدهم ومين هو القائم على هذه المبادرة عشان يقدر نختار طفل مثلا معين على أي أساس كمان بنختار الأطفال دي حاجة وفي نفس الوقت ازاي بنعلمهم خلال هذه المبادرة الحقيقة بشكرك جدا على كلامك مش سؤالك بس لا كلامك أصلا اللي انت قلته وهلتاخد منك أطراف الحديث وهقولك أنه الأهالي ما كانتش عارفة أن ولادها عندها أي حاجة من دي خلص لا اللي كان بيكتب أهله كان عارفين هو ما بيكتبه ولا عمل جرافيك قول الجرافيك ماشي عادي أنه يكون ما يعرفش بس الرسم كمان في أهلي ما كانتش تعرف أنه أولادها بيرسامه إحنا وقت ما ما بتدينا المبادرة وده ردا كمان على سؤال حضرتك أنه مين اللي اختار عندنا عدد محترم جدا ويعني عدد بيرز من المدربين دكتور سماح أبو بكر كاتبة روائية متخصصة للطفل وست يعني منتهى الزكائل في الدنيا أنه تتعامل مع النشق كمان عندنا دكتور مونة طمون مدربة دولية واغدة الأولى على مستوى العالم في التدريب أونلاين كمان بتدربهم على الجرافيك وعندنا شابات محترمات جدا بيدربهم على الرسم فاشتغلنا على ده المدربات في البداية الحقيقة أنه إحنا مش بناخد الطفل وحديني يعني أكون صريحة معاك ما باخدش الطفل الجاهز خالص أنا مش بطلب ولا المدربات بتطلب أن هم ياخدوا أطفال أصلا بيكتب ده كويس ده أديب بصبت نحن لسا عايزين نصمع فأنت اكتشفت حاجات ما حدش عارفها فعلا لكن الحقيقة أنه اللي بيجي لك بيكتب أصلا أنت عملت إيه؟ أنت نميت الموهبة بس لكن اكتشفت الموهبة لأ فده اللي احنا بنعمله أنه بيجوا يعودوا مع المدربات في الأول يتكلموا معاهم هم يعني بيقيسوا عندهم الخيال وعلى أساسه نقول ده هنا ينفع وده هنا ينفع وده هنا ينفع هل تلاقي الأطفال اللي بتقدر تشتغل على ثلاث محاور دي كانت مفاجأة عندنا أطفال ترسم كويس قوي وممكن تاخد صورتك ترسمك وعلى فكرة ده حصل للبعض منهم من تاني سيشن دي كانت مفاجأة رهيبة وهم ما يعرفوش أصلا هو بيسموا أساسا ومن تاني سيشن خدت صورة كانت ليا ورسمتها طب دي كانت ممكن الحقيقة مع الوقت ومع الدنيا تضيع موابطها ما حدش يعرف هي عندها بزبط فعشان كده عند حراك حق في كل انت قلته انه ازاي يكون عندي الكنوس في البيت واكتشفها ازاي طب حلوة قوي قوي يعني انتوا بدأتوا كمان حلوة انتوا بتبقوا عايزين الطفل اللي مش جاهز دي حاجة مهمة جدا المراحل بقى اللي بعد كده ايه يعني انتوا نهارده خدتوا الأطفال اكتشفتوا مواهب يمكن اهليهم نفسهم ما كانوش عارفين ان هي فيهم ايه المراحل اللي بعد كده يعني بتنموا احنا كنا فاكرين انه بس احنا بنتكلم على اطفال قدباء اللي احنا بنتكلم على اطفال عندهم يعني مواهب من مختلف التخصصات في اللي بيرسم اكيد في مواهب تانية كمان المراحل اللي بعد كده بقى كمان بتوصلوا بيها ان انتوا تعلم من الطفل ده وتعلم من مواهبتو دي ويبقى حد بروفرشنل عمدينا طبعا مرحلة تانية احنا شغلين عليها دول بنسبانا اصلا الدفعة الاولى احنا ان شاء الله هيكون في دفعات اخرى هنعلن عنها وهيتم يعني قبول اطفال اخرين ولكن دي الدفعة الاولى اللي موجودة طب الدفعة الاولى هتوقف لحد المرحلة اللي احنا فيها لأ الحقيقة كل دفعة هيكون لها مجموعة من المراحل المرحلة اللي جاية هتشتغل على اجزاء اخرى تانية خالص هتشتغل على انه ازاي تعمل روبوت ودي بقى انت خارج برا لانتا خالص بقى ازاي تصنع روبوت بايدك انت ومش ضروري خالص ان انت تكون متخصص مش عارفة في الفيزياء والكيمياء خالص خالص ازاي تشغل مخك وازاي تتعلم من الاول خالص ان انت تصنع روبوت اي مكان استخدامه مختلف من طفل الاخر اكيد ده بحكم اي يعني مشروع تخرج حتى ويحصل مش هتلاقي اتنين زي بعض فده المرحلة اللي جاية كمان هنشتغل عندهم علاء التربية الحقوقية يعرف حقه ايه انا مين النشأة نفسها ازاي تصلح الحاجات للأسف المخرجات اللي منبرة بتبوزها لنا وده اللي احنا الحقيقة كنا محتاجين نشتغل عليه طب ابني اديبا هل اديب اصلا هي مش معناها الحقيقة لما ترجعي المعجم الاصلي يعني مش معناها بس انه كاتب لا ده اي مبتكر هو اديب فعشان كده احنا اخترنا حتى اسم ابني اديبا فقلنا ان احنا لازم نشتغل كمان زي ما بيتم اخترق مجتمعتنا العربية في العموم لا احنا كمان نشتغل على شخصية الطفل نفسها اعرف حقك واعرف واجباتك كمان وازي تتعامل مع الاخر وحتى طريقة التعامل احنا عندنا اصغر مدربة جرافيك موجودة عندنا ودلوقتي بتدرب مدرسيتها كلها عظيم جدا عظيم ده كويس جدا طيب هذه المبادرة شاركت في معرض القاهرة دولة الكتاب مبادرة ابني اديبا ويعني برضو الاسم كنا بنتكلم ابني ابني واصنع اديبا ثقافيا ومعرفيا ولا هو ابني ابني الذي يحمل اسمي من المنوع فحتى الاسمين بالمناسبة مناسبين جدا لفعليات هذه المبادرة عزينا نعرف ابرز الانشطة كمان التي شاركت فيها في معرض القاهرة دولة الكتاب الحقيقة انه الاسم كان فيه يعني اسباب كتيرة ورق طياره انه الاثنين انه ابني من البنوة ومن البنيان والاثنين احنا محتاجينهم انا ابني ده هو نور عيني واتمنى انه هو يكون احسن بنيان في الدنيا فكمان بنقول انه اولادكم هم اولادنا احنا وبنشتغل على ان احنا نبنيهم رحنا بالفعل بجزء كمان مش اللي حضركم هتشوفوه دلوقتي انا يمكن سلمت او يمكن الاعداد خد مجموعة من الصور دول جزء بس من المبادرة كانوا موجودين واول ما بتدينا نروح طبعا قابلنا دكتور احمد بهيدين راجل استقبال محترم جدا وعارف عن المبادرة كويس قوي ومعجب حتى بشكل الاختلاف اللي موجود في المبادرة وبعدين بدأنا نزلنا اول حاجة كانت بالنسبية المقصد الاهم هو جناح الطفل وده جناح القوم 5 يمكن عشان لو حد حابب ياخد ولاده ويروح هيستمتعه جدا جدا هناك اذا كان على المستوى انك بتشوف كتب وقصص وافكار احنا كجيل ممكن ما تجيش بالك لا في حاجات جديدة جدا الحقيقة في الجناح في اماكن مخصصة حتى للاطفال اللي شوية صغيرين مش كبار قوي يقدروا يلعبوا فيها يقدروا يرسموا يقدروا يكون فيه انشطة حلوة يقدروا يستمتعوا بيها فده موجود هناك في المعرض حتى لو يقول الكلام ده حتى لو حد عايز ينزل ومعاولة يدو ما تستخصرش انت ما تنزل لا انزل نهاردة كمان نجاز الفورش بالزبط هيستمتعوا فعلا هناك عايز اقولك يعني طول ما انت ماشي فيه انشطة بتحصل فيه وجوه جميلة يكفي ان انت بتاخد جرعة تفاؤل للمستقبل اللي هو يعني بنا دلوقتي شايفين انه الاغلب ياما قاعد على النت ياما عايز يخرج بس انا روحت تقريبا ثلاث مرات في كل مرة كنت بفاجئ بالناس من اطفال موجودة شباب خارجين شباب خارجين هناك في المعرض عيلة بقى كاملة وديك اجمل حاجة انا شفتها انه اب واخد كده العيلة كلها مراته معاه ولاده معاه داخلين بيشوفوا المعرض كله فيه فعاليات زي ما حالك اتكلمتي بين كل قاعة وقاعة فيه مصرح عليه فعالية مختلفة سواء مصرحية او حد بيغني او 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 من الحاجات الجميلة او اللي يمكن سلم فاتتكم يا منتكلم انه فيه يمكن اكتر من اتنين مليون زائر السنة دي عدوا الرقم ده عدوا الرقم ده مصبوط بس الحقيقة كمان فيه نقولك هما عدوا الرقم ده صح بس التنظيم اللي هناك فوق رائع فوق رائع ما تحسيش ابدا بفكرة الزحمة لتخلقك براو بالزبط وعدت القاعات محترم اوي يعني التنقل حتى بين القاعة والتانية خادي وبسلاسة فلا استمتعنا جدا خرجنا كمان من جناح الاطفال حبنا ان احنا نمروا بيهم في اماكن تانية يعني من القاعات استمتعوا اوي كمان حتى في كذا مكان من الشباب الحلوين اوي بيغنوا فيه وبيعملوا فيه انشطة لطيفة الاطفال استمتعت اوي اوي خصوصا دي عدنا اعمار مختلفة من 6 سنين ل 14 سنة 14 سنة هو خلاص داخل على سن الشباب يعني ما بقاش توفي انها خروجة متكاملة انت عندك الفوت كويت هناك لو انت عايز رايح من اول اليوم وعايز تاخد ولادك وتغذيهم هناك ومنها تدخلوا وتتفرجوا على على القاعات المختلفة والاجنحة المختلفة وتشتروا الكتب في نفس الوقت بنتكلم على اسعار كتب من 20 جنيه ويمكن فيها اقل او اكيد فيها اعلى لكن يعني العائلة كلها تقدر ان هي تشتري كذا كتاب ومن غير ما تبقى حاس انك متضرر وانت طالع انك دافع فلوس كتير في الحقيقة في حاجات جميلة قوي في معرض الكتاب اللي بجد لسه مراحش فيته كتير قوي قوي عايزة اسأل حضرتك من حاجة يمكن مهم جدا الاطفال ان هما يحسوا ان المسؤولين عن الفئة اللي هما بيخطبوها شايفينهم وسمعينهم وبيقروا اللي هما بيعملوه او بيشوفوا اللي هما بيعملوه هل كان فيه اشادات للاطفال وكان ايه النصايح اللي ممكن المسؤولين ادوها للاطفال دول عشان يقدروا يطوروا من نفسهم او لو فيه حاجة يشتغلوا عليها اكتر لا حصل كان فيه لقاءات كتيرة جدا على هامش كده الزيارة اتكلموا كتير مع كتاب ومع نشرين انت حبيب تكتب ايه يعني ده كان سؤال يمكن اتكرر عليهم كتير نفسك تكتب ايه وكانت الاجابة الحقيقة بتاعت الاطفال كانت عجبياني جدا ما لقيتش طفل حبس نفسه في حتة واحد وده اللي بيميزهم عني نحن الحقيقة يعني الاطفال غير نا انت تلاقي نفسك تلقائيا او انت بتحب تروح لنوع معين من الكتاب لو بتحب تكتب يعني لكن الطفل لقيته مدرك واسعة جدا وبيتكلم في كذا حاجة وامتابع جدا ويمكن عشان احنا كمان بداخل المبادرة احنا مش متوقفين على يعني حبسوهم في مكان ولا ندرس لهم لا لا خالص بناخدهم ونخرج برة روحنا مثلا لقناة السويس الاطفال يعني عايز اقولك والله هناك المشرفين الموجودين بيشرحوا المكان وكده بيتعلموا اطفال المفروض هم نفسهم هناك قالوا لنا لا دول مش اطفال دول مش طبعين عارفين كل تفصيلة عمق القناة بمين اللي ابتدى واصله كان ايه معلومات رهيبة بنعملها لهم بطريقة لطيفة بنعملهم بافلام كرتون احنا كمان وبنبدأ ان احنا نسئها لهم فبتلاقي الطفل فاكر الحاجة اللي بتديهله بطريقة سالسة بيقدر نفتكرها بسهولة مش حفظه وكتابه لانه الحقيقة يعني فاصل بسيط قوي بني انت تتحولي لحضانة فيها مجموعة اطفال وخلاص انك تروحي للمكان يبقى شبه اكاديمي بتعلمي فعلا وقدر تأثري فيهم من جوه فلا اشتغلنا على ده اكيد وعشان كده زي ما قلنا انه فيه الوان مختلفة الاطفال بتكتب فيها يعني دي صور من المعرض مظبوط دي صور والمعرض مظبوط بالزبط والاصل طبعا شاريين كتب كتير جدا واحنا ماشيين هم عجبهم حاجات كتير قوي كانوا مداخلين عايز اقولك ده بيقوت مرجان عارفين يعني عينيهم بتجري في كل حتة موسوسين قوي وفي نفس الوقت هم بيحبوا بعض جدا فماشيين كل واحد عارف التاني بيحب ايه ايه الحق ده انت الكتاب اللي انت بتحبه ومش عارفة الحاجة اللي انت بتحبه الموضوع مختلف يا جماعة عند الاطفال خالص خالص طيب فيه نقطة مهمة بايز اتكلم معاك فيها وهي انت قلت ان احنا بعندنا اصغر مصممة جرافيك ودلوقتي بتعلم الاطفال مدربة بزبط مدربة كمان اه وبتعلم الاطفال كمان في مدرساتها بزبط طبيعة اللقاءات اللي تمت على اهمش المعرض ما بين اطفال المبادرة وباقي الاطفال اللي جيناح الطفل لا حصل حصل كان كان فيه طبعا الاطفال في العموم اتصحبوا على اطفال اللي لقيتهم يعني عارفين ان احنا داخلين بعدد لقيت في عدد حوالينا انت شو تفيد هناخد كل دول واحنا مش فيه والله لقيت في عدد تاني حوالينا فبقيت يعني منصقيني مبادرة بقولهم مين ده بدأوا يصحبوا على اطفال تاني وطبعا كل ما كان فيه مثلا كتابة معينة او نوع معين من الكتابة فيه هنا اكتفتي معينة فالاطفال كل واحد وقف في هواياته طبعا بقوا صفرة للمبادرة فكل طفل برضو تاني بعيدا على المبادرة بقى وقف برضو عند حجل شداي فبقوا من الاتنين نفس الشيء شددهم فاتعرفوا على بعض اصلا لقيت كمان هناك اطفال مش مصريين كتير ده جميل اوي كتير اوي فلقيت الاطفال اللي عندنا مبسطين وخليك يعني متأكده انه اي حد فينا بيبقى منباهر بأي ثقافة مختلفة طبعا فتخيل الطفل بقى فلقيتهم الاطفال بيتصحبين على بعض وبيتكلموا مبسطة جدا لكن بيجمعهم حب القراءة حب القراءة والطفولة يعني الحاجة اللي هي النبتة الاساسية انه هم ابصب كتير مننا انه هم بسهولة جدا ممكن يتعرفوا على بعض وهما ماشيين اللي واقفين والحق كذا فتلقيهم اتنين ما رفوش بعض بيتكلموا فده حلو والتقارب حلو وده اللي الحقيقة عملوا المعرض فعشان كده يعني انا منساك دخلت من اول لحظة المعرض الحقيقة انا حتى قلت دكتور احمد بهيدين قلت له ايه الجمال ده ايه التنظيم الرائع ده حاجة كده فوق الوصف حتى المنظمين اللي موجودين عجبوني جدا بيعرفوا الحقيقة يعني يكونوا ازاي بيمشوا الدنيا بنظام بس بالشياكة مش بقلت زوج شباب المتطوعين في المعرض متطوعين محترمين جدا الحقيقة يعني اعيز اقولك ان احنا اخدنا مالنا من كل حاجة بتحصل جوه لفينا ولفينا كتير قعدنا فترة محترمة يعني الحقيقة يعني في الحقيقة عايز اعلق على النقطة حركة قلتية يمكن انه فيه كمان اطفال من دول مختلفة الحلوة قوي في معرض الكتاب انه مش بس موجود نشرين ومؤلفين من عدة دول مش بس عربية لا من جميع الحال العالم يعني لكن اكيد فيه مشاقة قوية من الدول العربية كمان فيه وشوش اجنبية كتير قوي قوي بتزور معرض الكتاب ويمكن ده نجاح كبير قوي للمعرض ويمكن لما احنا اتكلمنا معاهم قالولنا ان احنا بنستنى معرض القاهرة الدولي للكتابة من السنة للسنة في الحقيقة احنا مبسوطين ان انتو اهتميتوا بالناش الصغير وانه هما دول المستقبل وان احنا نشوف الاهتمام الكبير من الاطفال وانهم حريصين انهم يزوروا المعرض ويشتروا كتب ويقروا اكتر وشوفنا يمكن نمازج من الاطفال دي اللي كانوا موجودين معنا يمكن في الفقرة اللي قبل الفقرة اللي احنا فيها بيطمننا يعني دايما احنا بنقعد نقول ايه الجيل الجديد والمشاكل وحاجات دي كلها لكن في الحقيقة احنا بالرب يجيل واعي ونشكركم على مبادرة مهمة جدا زي ابني اديبا وبنتمنى ان احنا نعممها بعد كمان معرض الكتاب نتمنى ان نشوفها اكتر في جميع المحافظات المصرية لان احنا عندنا مواهب كتيرة جدا عندنا اطفال مصريين في الحقيقة اسكية جدا جدا يستهلوا يكونوا في اماكن كبيرة ومبادرتكم مهمة طب ازاي بقى ازاي يعني لو في حد عايز يدخل معاكم في المبادرة هقول لحضرتك ويمكن اخر حاجة بس اعلق عليها على معرض الكتاب انه يعني الاطفال اللي موجودين او الاعمار اي حد عنده تصل اقل حتى من 6 سنين هيلاقي له هناك حاجات عشان يمكن الناس شوية يعني 6 سنين متخيلين لا لا خالص يمكن نشوف نبقى في الصور لو حتى جابوها تاني فيها سنتين موجودة ليه حاجات هي تقدر تستمتع هناك تقدر تلاقي حاجة تشدها ففعلا زي ما يعني انتو بتقولوا خدوا بعض انت وزوجتك انت وصحابك لو عندك اختك صورة ولا اخوك خدهم وروحوا اي مكان عمرهم هتلاقوا حاجة يستمتعوا بيها الحقيقة هناك يقدموا زي في المبادرة احنا عن طريق صفحة نات عن سقائل شباب الأحزاب وسياسيين على الفيسبوك بنزل التنويه طبعا قبلها في فترة انه هيتم قبول دفعة جديدة من الاطفال او من اعضاء لمبادرة ابن قديبل وعلى اساسها الاطفال بتيجي مع اهلهم طبعا يجوا يقدموا وبعدها المدربات الحقيقة احنا عندنا عدد يعني مش قادر اوصف لك عدد مهول واحنا اصلا مفتحناش جسة الباب للمحرات تانية والله ده حقيقة الدنيا كلها بتسأل لانه الحقيقة الكورسي ما احنا نديه احنا نديه مجاني من الالف الالياء عظيم مافيش حاجة نهائي والطفل بتحملها نهائي فبالنسبة لأي ولي امر هو عشان ياخد الكورس ده بالزبط برا من غير ما ياخد كتابة من غير ما ياخد رسم الجرافيك بس لوحده باربعتاشر الفينين اصلا يعني طلعي بقى شوية انزلي شوية عن الرقم ولكن في الحدود دي تكلفة طبعا بالزبط كانت تكلفة والناس عندهم حق لانه هو الموضوع صحبب جد مش سهل خالص فاحنا نديه ده مجاني تماما وحتى اللي جاي هيفضل احنا المبادرة كلها مجانين مافيش حاجة عندنا يعني بأي بس بنتمنى في اللي جاي ان احنا ان شاء الله يعني هدي الخطوة الاولى نتوسع بعد كده ننزل احنا كمان المحافظات زي باقي مبادرات اللي في الجمهورية كلها بننزل محافظات الحدودية بننزل الاقاليم بنزل محافظات الصعيد عشان برضو خلينا متفقين ان فيهم مواهب لكن بيبقى صعب عليهم الانتقال الانتقال الى الانتقال ان شاء الله اكيد بكل تأكيد هايكل لنا تواجد ان شاء الله ولكن يعني مش حابة نتكلم في ده دلوقتي لحد ما يكون فيه خطوة وده يمكن كمال اللي بتميز به المبادرة الحقيقة ما بيتكلمش بحاجة غير لو هنعني يعني خلاص حصلت لكن انه حتى لم اعلننا عن المبادرة على فكرة احنا كنا بدقنا من قبلها وكنا خلاص خلصنا المرحلة الاولى فيها يعتبر واعلننا بعد ما شفنا الثمار يعني اللي خرج فان شاء الله يكون لنا تواجد بإذن الله في اشكال كتيرة من المحافظات وهيكون بالتأكيد وانا متأكدة وبشكركم الحقيقة ويمكن كنت بتكلم على الاعداد قبل ما ادخل اهتمامكم بالنشأ يخلينا نقول ان احنا يعني انتوا على الرص الحقيقة لانه اي مكان بيهتم بالاطفال هو فاهم كويس قوي احنا رحين فين دول اهم حاجة دي حقيقة كل شكر لك النائبة نشو الشريف عضو مجلس النواب عن تنزقية شباب الاحزاب والسياسيين نورتينا جزيل الشكر شكرا لك